أبي جهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن للصلاة من كانت عالية ومنزلة رفيع على الإنسان أن يراعيها وأن يحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها وأدابها وأن يترك مبطلاتها ومنقصات أجرها وذلك أن الصلاة لها أثرها في منزلة العبد عند الله جل وعلا ومن مكانة الصلاة أن أمر المصلي أن يتخذ بين يديه سترة لأن لا يمر أحد بين يديه ومن مكانة الصلاة أن منعت الشريعة من أراد المرور أن يمر بين يديه المصلي فقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه وكلمة أربعين قد سئل الراوي عنها فأخبر بأنه لم يعلم ما المراد بها هل هي أربعون عاما أو أربعون شهرا أو أربعون يوما وعلى كل فعلى الإنسان أن يبتعد عن المرور بين يديه المصلي خصوصا إذا اتخذ المصلي بين يديه سترة يصلي إليها فلا يمر بين يديه السترة بين يديه المصلي بينه وبين السترة بل عليه أن يحذر من المرور بين يديه وإذا كان الإنسان قد مر أحد بين يديه فيشرع له أن يرده وأن يصرفه إلى طريق آخر ما لم يلحقه ضرر بعدم المرور بين يديه ولا يجد مسار آخر للخروج وقضاء ما لا يستغني عنه اشتركوا في القناة